السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب اتمنى انت تكونوا بأفضل حال واتم صحة طبعا النهاردة تمت اول مقابلة بالنسبة ليريك تنهاج مع قناة النادي وايضا تم تقديم ايريك تنهاج للصحفيين كمدرب منشستر رسميا فطبعا المؤتمر والمقابلة كان فيهم كلام كتير من جانب ايريك تنهاج اللي يخليك انت وتسمعه كده تقوله اش جيني اديني كمان وكمان يا معلم انت ايه اللي بتقوله ده انا بالضبط حسيت نفسي كده واحد حران جدا جاي من بره في عز الحر قاعد في وش التكييف مع شب المنجة السائع بالضبط ده كان احساس اللي هو انا منشكح انشكاح مش ممكن مفيش بعد كده فتعالوا كده مع بعض نشوف اهم ما جاء في هذا المؤتمر وفي هذه المقابلة ونسلط عليه الضوء ونحاول نحلل مع بعضنا الكلام اللي قالوا ايريك تنهاج في اول يوم لي مدربا لمانشستر رونايتوند خلينا نبتدي في الاول من المقابلة مع النادي اول حاجة ذكرها عن وظيفته ايريك تنهاج قالك اننا متحمس لهذه الوظيفة ولهذه المهمة يعني الراجل جاي حابب الشغلانة جاي حابب النادي وجاي من الاخر كده يحقق حاجة مع النادي ده معنى كلامه بالنسبة لي وقالك نحن في وضع غير جيد اريد ان ابني فريق لعبي متحدين مع بعض وكل واحد بيلعب لجل الثاني وده تحدي كبير بالنسبة لي كايريك تنهاج يعني الراجل بيقولك اننا الوضع الحالي اللي عندنا مش وضع كويس ولكن انا عايز ابني فريق متفاهم مش كل واحد بيلعب لوحده زي ما حصل في الموسم ده وانما بنلعب بشكل جماعي وبنكون فريق محترم وده تحدي بالنسبة له لان الوضع احنا شفناه قدامنا عن تحقيق الالقاب الراجل اتكلم وقالك المهم عندي حاليا ان احنا نقدم كرة قدم رائعة ولابد من الفوز وبعد كده يجي موضوع ان انت تحقق الالقاب اما بقى عن اللاعبين فقالك انا راجل بحط توقعات عالية بالنسبة لي وده اللي متوقعه من اللعيبة بتاعتي ان هي تقدل اداء العالي وتوصل للتوقعات بتاعتي من الاخر ان انت تقدم الشيء الجيد فقط لغير ده مش كافي يعني الراجل من الاخر بيقولك كده اديني اللي عندك طلع لي كل اللي عندك ان انت تقول لي حتتين اللي ات كل موسم احنا عارفينهم اللعيبة بتعملهم ويتحقوا على المدربين وبتدي في المباريات الودية تلاقيه بسم الله ما شاء الله روبرتو كارلوس قدامك بيلعب في الملعب رونالدو الظاهرة بوعشة من جديد ورجع يلعب في الملعب وبعد كده في الموسم تلاقي اللعبة مفخدة لا 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 انا ما عندي هذا وبالنسبة للالقاب فزي ما قلنا المهم ان احنا نرجع كأدا اولا وبعد كده نفكر في موضوع الالقاب عن مستقبل منشستر الراجل اتكلم وقال وخلوني اتكلم ويعني اقرى من الورقة لان انا مش حافظ التصريح كله كاملا خلينا اقول لك اللي قاله بالضبط قالك وضعنا الحالي سيء وعلينا تقبله لكن قبل موسم هذا الفريق استطاع ان هو يحقق المركز التاني في الدوري الانجليزي اذا هو فريق عنده الامكانيات وعلينا العمل معا لازهار هذه الامكانيات العملية دي ممكن تاخد مننا بعض الوقت لكني مقتنع في النهاية ان احنا سننجح وكمل وقال لك ايه قضيت في ايكس اربع سنوات ونص كانت رائعة جدا ولكن انا الان في بداية جديدة وعلينا البدء من الصفر كما حدث معي في ايكس لان لما ذهبت الى كان اندوهوفن هو اللي في القمة ايه اللي نستشفه من التصريح ده بقى اللي نستشفه تصريح ده ان الرجل يقول ان الفريق ده عنده امكانيات ولكن ممكن تكون الحاجز النفسي عنده او بعض المشاكل ظهرت الى ان الامكانيات ده مستمرتش على نفس الجودة وإلا ازاي حققوا في الموسم اللي فات المركز الثاني وحاليا محقققين اسوأ موسم بالنسبة لهم اه احنا عارفين وكنا اتكلمنا في الموسم ده وقلنا ان مانشستر رونايتد حقق الموسم الثاني لان اغلب الفرق الثانية كان سيئة مش لان درجة التطور عندنا عالية جدا ولكن ده ما يمنع ان احنا عندنا امكانيات امكانيات ممكن يستطيع ايريك تنهاج ان هو يصعد بها واداك المثال في ايكس بمعنى ان ايكس كان نفس الوضع بتاعك سيء ولكن لما جه قدر ان هو يطلع الامكانيات اللي عند اللعيبة دي وقدر ان هو يعود باياك الى قمة تاني مرة ايضا من الكلام اللي قاله ايريك تنهاج قالك ان احنا علينا العودة الى دور ابطال اوروبا سريعا وده بيخليني الدوري الانجليزي الممتاز وبالتالي لما احقق هذا الدوري انت تنزل على جدون رقبتك وترفع طموحاتك وفي الاخر تنزل على جدون رقبتك لا انا مديك هدف المفروض العادي بتاع منشستر يونيتد ان انا حبني فريق اوصل الى دور ابطال اوروبا لكن مش معنى ان ايريك تنهاج بيقول ان خليك معايا لان في التصريحات اللي جاية الراجل ضرب تصريح الناري واعلن المنافسة اصلا على طول بس دا بعد ما نخلص من المقابلة دي ونخش بقى في الكلام مع الصحفيين وانهى كلام ايريك تنهاج قال لك انا لست شخصا حالما انا اعيش اليوم بيوم ما ببصش يعني ما برفعش عناية في السقف ولا حاجة لا انا بحيش يوم بيوم واتخذ قراراتي بناء على الوضوح والمنطق واهم شيء عندنا ان احنا يكون عندنا الاشخاص المناسبين في المكان المناسب وعتقد التصريح دا بيلخص كل شيء ان احنا ما كان عندنا في الفترة اللي فاتت اشخاص مناسبين في اماكن مناسبة او حتى بالنسبة للعبين او للاداريين فانت محتاج ان انت تحط كل شيء في مكانه عشان تقدر تقدي بشكل جيد دي كانت اهم الحاجات اللي جات في مقابلة ايريك تنهاج بعد كده المؤتمر المؤتمر اللي بالنسبة لي كان اهم المقابلة لان انت هتقابل في الصحفيين بتعوية الدور الانجليزي ومش هيبقى مثلا اسئلة ممكن نقول مجدولة بينك ما بين قناة النادي او الشخص اللي هو بيحورك من النادي وانما دي اسئلة غير متوقعة وغير سكريبتد مثلا من صحفيين كتير بيسألوك عن اشياء كتير في الموسم بتاعك فالله بينا نشوف المؤتمر في ايريك تنهاج في البداية ايريك كل واحد مدله ايده وسلم عليه فرض فرض وراح تكلم طبعا عن اهمية الدور الانجليزي وعن منشستر رونيتد والراجل راح قالك ان انا سألت مدربين كتير اشتغلوا في المكان ده او في الدور الانجليزي يعني ولميت فكرة كده عن الدور الانجليزي وعن منشستر رونيتد ومن ضمن اللي سألتهم كان فانخال الراجل الهولندي اللي كان ماسك منشستر رونيتد في السابق فسألوه قالوله طب ايه رأيك في كلام فانخال ان هو بيقول ان منشستر رونيتد هو نادي تجاري قال لهم يا جماعة اي نادي لازم يكون نادي تجاري عشان يحقق الاراضات وعشان يكون في القمة ولكن هذا النادي كرة القدم فيه تأتي اولا وثانيا وثالثا معنى الكلام بقى انفصره ايه طبعا لما قال الكلام فانخال كان قصده ان احنا ما نبصش على كرة القدم بس وبنبص على الارباح اللي احنا بنحققها واي سبوبة انطلع منها فلوسه تمام ومية فل مش مهم عندنا الالقاب او خلافه لكن ايريك تنهاج بيقول وممكن يكون بيتكلم على الوضع النادي لازم تحقق ربح وما انت حتصرف منه تجيب ارادات وعليك مصروفات وبالتالي لازم تكون الارادات بتاعتك اعلى من المصروفات عشان تقدر تشتري لعيبة عشان تقدر تصرف على النادي عشان تقدر توصل للي انت عايز وقال لك ان النادي حاليا باللي هو شايف و المقابلات اللي عملها مع الاداريين بمعنى كده ان كرة القدم بقى هي المركز الاول والمركز التاني والمركز التالت بالنسبة لهذا النادي ممكن طبعا نكون اداريا تحسن عن قبل كده ولكن انا ما كناش بنفس السوق اللي ذكر فانخال ولا احنا كنا في المواسم اللي فاتت بنفس الجودة اللي بتكلم عليها ايريك تنهاج وبالنسبة لي حتة انحنا نحط الكرة واحد واثنين وثلاثة ده اللي هنشوفه مع ايريك تنهاج هل فعلا الادارة حتى الكرة واحد واثنين وثلاثة ولا ما زلنا برضو بنبحث عن الفلوس ومش مهم عندنا قوي كرة القدم نيجي لما سألوه عن مباراة كريستال بلس قال لهم انا شفت المباراة وحللت المباراة ولكن هذا التحليل سيفضل لي انا فقد لغير انا مكنتش المسؤول في مباراة كريستال بلس ولكن سأستخدم هذه المعلومات للموسم الجديد معنى الكلام ايه مش معنى الكلام انه هو بيخبر فرار فراجنيك مثلا وبيقول ان انا لو كنت مثلا انا لمسك الفريق كان الموضوع وحللتها ووقفت على بعض النقاط بالنسبة له اللي هو حيتلاشها في الموسم القادم قال لك انا ما كنتش المسؤول على الفريق فانا ما عرفش بمعنى بمعنى الكلام يعني ايه بمعنى ان انا ما عرفش دواخل الفريق ايه ما عرفش ايه المشاكل اللي عندهم ما عرفش ايه اللي ادى الى المنظر ده ولكن سأستخدم هذه المعلومات اللي هو تحصل عليها على المعلومات اللي حياخدها من رالف راجنيك في الموسم القادم لما سألوه عن مساعدي ليه اخترت فاندر جاج وستيف مكلارن ان هم يبقوا مساعديك لان النهاردة النادي اعلى الرسميا ان هم دول مساعدين ايريك تنهاج قال لكم هم اللي اتنين بيعرفوا ازاي يفوزوا وحققوا الالقاب في مسيرتهم وده سبب تواجدهم وانا اسعى للعمل معهم وتحقيق الفوز من الاخر يعني الراجل بيسق في الاتنين دول وفيه كلام خرج ايضا بيقول لك ان ايريك تنهاج اسلوبه هجومي وعمنا جاج ده فاندر جاج اللي احنا جايبينه الراجل ده بيمتاز بانه بيعرف يلعب الاسلوب الدفاعي او بيعرف انه هو يشرب اللعيبة الاسلوب الدفاعي فبيقول لك ان ايكس تحسن بعدما الراجل ده ومسك مع ايريك تنهاج دفاعيا ده شيء على هامش طبعا الكلام ما اعرف اذا كان صح او لا ولكنه حاجة من اللي اتقالت في الصحافة ايضا جاي واحد من الصحفيين بقى رح سأله سؤال هو ايه انا هوقعك في الغلط يا عم ايريك تنهاج رح سأله عن ماجواير هل ماجواير سيستمر قائد لمانشستر رونيتد الموسم القادم قال لك بكل بساطة الموسم القادم موسم جديد ومختلف اما بالنسبة للماجواير فهو ادى الكثير الى هذا النادي واسهم بالكثير لهذا النادي وانا اتطلع للعمل معه يعني الراجل من الاخر قال لك شوأ ولا تدوأ الراجل زي ما قلتلك ما هوش تصادمي زي مورينيو تخيل لو مورينيو موسم مش جيد جدا وانا مش شايف ان موسم هو ممكن يكون الكابتن تخيل ان انت على طول بترشأ في مشكلة مع كابتن الفريق حتى ولو كان هو سيء انا اكسب ه معايا وبعد كده نتصرف مع بعض بمعنى ان الراجل بيقول لك الموسم القادم جديد ومختلف احنا لسه ما نعرف هو ممكن يبقى القائد وممكن ما يبقاش اللاعب مهما كان ما اصلي لو هو بيقى تصادم مع مجوار ستجد لعبة تانية من قبل يشوف اللاعب بيقى تصادم معه فممكن يحصل معهم نفس الموقف فيحصل هزب بالنسبة لللعبة لكن انا ابقى كويس في الكلام ولما نتقابل يحج واشوف مستوك على الطبيعة يبقى لنا كلام تاني يبقى لنا بالتالي انا مش عايز ازود الموضوع ده بالنسبة لي مبقاش متصادم مع اللاعب في اول يوم ليا للنادي لعشان كده اقل لك انا بتطلع للعمل معه والله العمل معه عجبني خير وبركة ما عجبني شي الباب يفوت ماجواير وبعد كده راحوا سألينه على رونالدو يا معلم مهو ادام احنا ماجواير يبقى لازم ننهيها برونالدو لان رونالدو اعتبر لجند بالنسبة للفريق بتاع منشستر رونالدو والكلام كتير ان هو المفروض ان هو يبقى الكابتن بتاع منشستر رونالدو فسألوا قالوا هو رونالدو ليه دور معاك الموسم الجاي لهم طبعا ليه دور معاك راح قالوا وهو رونالدو ايه الدور اللي حيقدموا يعني او ايه اللي حيعملوا في منشستر رونالدو راح قالوا بكل بساطة الاهداد راجل جايب 18 هدف يا عم في موسم سيء جدا اسوأ موسم ليه احنا عايزين منه هدف يا باشا بس ده احنا اللي عايزين سألوا قالوا طيب ايه رأيك في كلوب وجوارديولا والمنافسة معاه قالوا هم نهاية ايه معلم او والله قال لك كده من الاخر يعني انا مش جاي هنا حصالة طبع الحصاصيل اللي موجودة في الدور الانجليزي الممتاز لجوارديولا وكلوب من الاخر انا جاي انافس بس انا لسه محتاج اني ابني في الاول وبعد كده انا حنافس وانا اللي حنهلكم من الاخر الحقبة دي فطبيعي ان انا زي ما قلتلك في البداية في التصريحات بتاعته الاخباناء ان الراجل ده لما قال لك احنا عايزين نعود الى دور الابطال هو مش في دماغ دور الابطال ولكن ده المكان الطبيعي بتاع منشستر رونيتر ارجع دور الابطال بعد كده انافس فتخيل هنا بتصريح من التصريح قال لك انت ممكن تشوف ان حقبة بتنتهي هو ومقالش ان انا اللي سنهيها ولكن قال لك ان كل حقبة بتاخد فترة من الزمن وتنتهي باطن الكلام انا استنوني انا اللي سنهي لكم حقبة جوارديولا وكلوب مش هيبقى جوارديولا وكلوب بس اللي بيتانفس لو حتلاقوا معهم ارجع تنهاج ناطب النص فده شيء جميل بالنسبالي وشيء يرفع من معنويات سألو طب ايه طريقة اللعب بما انك يعني بتقول لسه ان ارا كام تو اند والكلام ده ايه طريقة اللعب اللي هتلعب بها قال لك اللعيبة هم اللي بيحددوا طريقة اللعب وانا اول ما هتبقى ليا الفكرة هعمل افضل تشكيل لتحقيق النتائج ولكن عشان نحقق هذه النتائج يجب ان نعمل معه طيب انت ممكن اللعبة احنا هنلعب ولا ايه بالظبط اللي يقصده اللي يقصده يا سيدي الفاضل ان انت على حسب الامكانيات اللي عندك هتلعب فانا اول ما هكون فكرة وهنا الجزء الاولاني هايجي بعد الجزء التاني على الرغم من انه ذكره في الاول هو قال لك اللعبة هتحدد طريقة اللعب ولكن اول انا هكون فكرة عن الامكانيات اللعبة وعن طريقة اللعبة 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 سأبتدي تدبيح يا معلم اللي ما ينفعنش يا الله يا ابني من هنا احنا عايزين اللي ينفع فقال لك هكون افضل تشكيل وما قالش من اللعبين الحاليين يعني ممكن يبقى بالانتقالات وممكن يبقى جزء من اللعبين الحاليين على حسب والله نفعتوني في اللعبة امين وتلعبوا لا نفعتوني تفضل ولكن عشان ننجح لازم نعمل معنا انا واللعبة لازم نعمل معنا زي ما بقولك هو الراجل مش عايز يتصادم مع اللعبة ولكن لما نتقابل مع بعض على أرضية الملعب ونشتغل مع بعضنا قلبك على طول لو ما انفعتش معاك سألوه وقالوله يا معلم طيب بفلسفتك دي متى يستطيع اليونيتد تحقيق اللقب قال لهم والله انا ما بفكرش في الموضوع ده ما بفكرش في هذه اللحظة بتاعة الألقاء المشروع هياخد وقت احنا بنبص لكل مباراة احنا عايزين نفوذ بالمباريات ومن مباراة لمباراة وده تصريح بالنسبة لي انا واقعي زي ما بقولك ما تحط شطموح عالي فبالتالي لما ما تحققهوش تنزل على دور رقابتك ويصيبك الاحباط لا احنا نمشي حتى حتى احنا عارفين ان الاصلاح في منشستة رونيتد محتاج وقت بس مش معنى كده ان انا محتاج وقت انام وانتخ وقعد ابني البناء البطيء الطويل اللي محتاج ست سبع سنين زي ما كان بيتعلن قبل كده لا انا انا هركز على تفصيل بسيطة ان انا افوز من مباراة لمباراة وانت لو فوزت من مباراة لمباراة هتحقق الالقاب في الاخر فهو للموضوع السهل الممتنع زي ما بقولك ايريك تنهاج شوى ولا تدوى رحوا سألوه قالوا طيب احنا سألناك عن اسلوب اللعب وقلتلنا اللي قلته والالقاب وخلافه هل اليونيتد بحاجة الى لاعبين جدد قال لهم يا جماعة والله انا قلتلكم انا في طور التحليل وانا اسعى ومتشوق للعمل مع هؤلاء اللاعبين اللي موجودين حاليا في منشستر يونيتد انهم في الموسم السابق حققوا المركز التاني فهناك امكانيات هائلة يعني من الاخر فحم اللي سألوا والله يعني انا لو ما كان اللي سألوا في جبهات على طول من الاول اللي هو قال لك انا باشا انا لسه بحلل الفريق احنا محتاجين ولا مش محتاجين انا لسه بحلل سيبك من ان انت بتسمعلي ديونج يقترب وانا عايز تمبر وعايز تلخت وتقريبا حمسح اللوجو بتاع اياكس من عليهم وحط لوجو منشستر مكانه والكلام ده كله لا احنا بنحلل اللعيب وانا بسعل العمل مع اللعيبة اللي موجودة حاليا مش هروح اقول حتى لو دخلت النادي وروح تعلي بسكة يالله هدلم شرطك من هنا واجري على اقرب نادي تاني مش عايز اشوف كين انا بسعل التعامل مع اللعيبة والعمل مع اللعيبة دي الناس دي حققت الموسم التاني هنشوف ليه حقققوا التاني في الموسم اللي فات في القادم من الاخر زي ما بقولك الرجل الرجل عجبني جدا مكيفني اللي هو انا مش حديكم اي حاجة مش حديكم اي حاجة تمسكوها علي تروح عملي منها قصة ايريك تنهاج يعني تخيل لو هو بتكلم عن اللعيبة قالك احنا بحاجة الى لعيبة كتير ايريك تنهاج مش عارف هيعمل ثورة في منشستر ايريك تنهاج جاء ومش عارف وماجواير ولندلوف ومش عارف مين وبرون وكل ده ما ينفعش وحنجب بدلهم ايريك تنهاج يسعى الى جلب لاعبين كثيرين الى منشستر رونايتد ايريك تنهاج يسعى الى تغيير فلسفة منشستر رونايتد الراجل رب بردود بسيطة وجميلة عجبتني سألوا طبعا افرام جليزر قالك الراجل احد مالك منشستر رونايتد قالك ان احنا في الطريق الصحيح الاختيار الصحيح كان هو ايريك تنهاج وانتو شفتوا قبل كده ان احنا صرفنا فلوس على الفريق ده ويجبنا تعاقدات فاحنا برضو مع ايريك تنهاج ان احنا نجيب تعاقدات اللي هو عايزها متهيالي اه التصريح يعني هو فهم اللي هو يعني احنا ورناكم عملنا قبل كده ايه وحن اعمل بعد كده ايه ولكن اعتقد يعني لو التصريح ده مش عليه افرام جليزر وصرفوا وجابوا اللعيبة اللي عايزها ايريك تنهاج اعتقد ان احنا هنكون قصاد موسم قوي جدا احنا لسه خارجين من موسم سيء وان شاء الله في فيديو تاني هكلمك عن لكن بصراحة خلينا نرجع تاني للمقابلة والمؤتمر بتاع ايريك تنهاج انا عايزك تجيب لي مدير فني وحيد من الناس اللي عدت علينا فان خال وقبل مويز مورينيو جيكز لما مسك حتى راجنيك سولشاير من فيهم كان بالعقلية دي بالفكر ده فكر اللي هو انا ايه انا بجاوبك وفي نفس الوقت مش بجاوبك انا باصدمك في السؤال اللي انت سألته وفي نفس الوقت بجاوبك انا بقذف جبهتك لكن في نفس الوقت انت حبيبي وكفاءة ومفيش اي حاجة من الاخر انت متعرفش خطط يعني ايريك تنهاج انت متعرفش خطط وقاييه يعني ايريك تنهاج مش عايز ولعقيب ما كانش قدامك ان انت تجيبه او ما فيش اخبار عنه وانت انت تجيبه الراجل مغطي على كل اوراقه الراجل حتى لما سألوه على العمل قالك دلوقتي مش وقت عمل اللعيبة ستروح اجازة ونرجع على 26 الشهر القادم نبتدي شغلنا لكن ما اعتقدش ان ايريك تنهاج اصلا حيقض لحد 26 الشهر الجاي ما يشتغلش الراجل انا متوقع له ان هو ممكن يعني اول اسبوع اول اسبوعين في الشهر الجاي وتلاقيه راجع وابتدى بقى شغله وابتدى دنيته بل مش ابتدى شغله بس 26 لما هيرجعوا اللعيبة ممكن يكون انت متعاقد مع اغلب اللعيبة اللي عايزها الموسم القادم لان الكلام اللي خارج برضو ان ايريك تنهاج عايز يبتدي الجولة التحضيرية او بداية شغله على ارضية الميدان بلعبته اللي حيلعب بيها الموسم اه ممكن تكون في صفقة او اثنين يعني ده 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 تقديري انا لسه مجاتش ولكن اغلب الصفقات جات هو الراجل اللي قال لك الكلام اللي قال انه لا عايز كل صفقاته فتخيل الراجل بالفكر ده هو قدام مشوار طويل ليقطعه وانحنا لازم نصبر عليه واول موسم ده الواحد المفروض يعني يصبر لما يقول يا كفع على ايريك تنهاج وتطبيقه لأسلوبه وتشرب اللعيبة لأسلوبه والتجانس وخلافه عشان نبتدي في الموسم التاني انا زي ما قلت لك مكيفني حاسس ان انا جاي في عز الحر احنا في الصعيد هنا درجة الحرارة بتوصل حاجة وخمسين اللي هو انت جاي بتشر عرق تفتح التكييف كده الهوا السائع يضربك مع شب عصير منجا كده سائع اهو يعني ممكن يجيلك رابو يجيلك التهاب رئوي تروح فيه مش مهم بس المهم ان انت استمتعت باللحظة ده المهم يعني المهم ان انا استمتعت بالمؤتمر بتاع الراجل ده حتى لو احنا حننهي الموسم الجاي التاسع مش سابع تاسع عاشر نهرب من الهبوط مش مهم المهم انه هو كيفني حاليا والمهم عندي برضو رأي كنت تقوله ليه في الكومنتات انت أنهو تصريح بالذات هو اللي كيفك بالنسبة لإيريك تنهاج وانت شايف إيريك تنهاج من خلال تصريحات اللي قالها ورده على الصحافة هل هو جاوب الصحافة ولا نظام برضو شوق ويدوق وهل عجبك الاسلوب ده ولا مش عجبك اتمنى ان تكون الحلقة دي عجبتكم ولو عجبك ولو عجبتك الحلقة دي ما تنسانيش من لايك والاشتراك في القناة واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته